اشتركوا في القناة والتمرين العملية زي ما احنا متعودين من بداية الكورس طبعا بفكركم ان انه تتعمونا بالشير واللايك والسبسكرايب ده بيفيدنا كتير علشان نوصل المحتوى بتاعنا لأكتر عدد من الشباب دلوقتي يا شباب لو انت اول مرة بتشوفنا انصحك تشوف المحضرتين اللي في قترة ان احنا بنكمل عليهم اللي جاي ان شاء الله كنا تكلمنا عن المدين والدين والحسابات والميزانية وحقوق الملكية والاصول والكلام الجميل لكله دلوقتي هنتكلم على فكرة مميزة جدا في المحاسبة وهي اساس الاستحقاق ما هو اساس الاستحقاق دلوقتي يا شباب يعني ايه مصروف ويعني ايه اراد تعالوا في الاول كنا نتفق مع بعض يعني ايه مصروف ويعني ايه اراد في المحاسبة المصروف هو قيمة خدمة حصلت عليها من الغير سواء دفعتها دفعت ايميتها يعني او لا لو انت محتاج الشيط ده اكتب الايميل بتاعك تحت الفيديو علشان ابعتلك الشيط ده على الايميل وبرضو المحاضرات اللي فاتت لو محتاجها هتكتب الايميل بتاعك علشان ابعتها الارادة هو اه قيمة خدمة قدتها الى الغير الاراد هو قيمة خدمة قدتها الى الغير ينشيل بس كلمة المصروف دي بقى المصروف كيمة خدمة حصلت عليها والاراد قيمة خدمة انا قدتها للغير طبعا سواء انا دفعتها او حصلتها او لا دي فكرة اساس الاستحقاق اللي احنا جيين لها ان شاء الله مصروف مقدم ايه هو المصروف المقدم تعالوا ناخد مثال كده انا دلوقتي رايح اقجر مكان اه علشان اعمل فيه المشروع بتاعي صاحب المكان اشترت علي ان لازم انا ادفع ثلاث شهور مقدم لقيمة هذا العقار او هذا المكان طبعا انا لسه ما حصلتش على المكان وانتفعت بيه انا لسه ما نقلتش فيه ولكن المصروف ده لما انا بدفعه هو بيعتبر بالنسبة لي التزام ولا بيعتبر بالنسبة لي اصل من الاصول لان انا لسه ما انتفعتش بيه تعالوا نشوف حاليا انا لما احصل على الخدمة انا مروحتش المكان هي قيمة خدمة انا دفعتها كشركة ولم احصل بعد على المقابل لها زي مسلا ايجار مقدم اعلان انا رايح مسلا ننفذ اعلان في شركة اعلانات فقالت لي ديني قيمة الاعلان علشان اقدر ننفذه لك ولسه الاعلان ما تعملش وانا دفعت امته طبعا ده بيعتبر اصل متداول ولا يعتبر مصروف ليه ان انا مخدتش لسه الخدمة بعد يبقى المصروف المقدم بيحط بنحطه في الميزانية في جانب الاصول المتداولة مهم جدا نركز مع بعض طيب مصروف مستحق مسلا الدنيا او الامور تأزمت شوية في المنشأة اللي حضرتك شغال فيها فصاحب العمل لم يقوم بسداد قيمة المرتبات للموظفين لمدة شهرين في تأخر في سداد قيمة المرتبات لمدة شهرين طيب دلوقتي التأخر ده او المصروف المستحق بالنسبة لي ده هيعتبر ايه اكيد التزام على المنشأة التزام على صاحب العمل مصروف مستحق على الشركة انا اخرت الايجار عن المالك مسلا او اخرت دفع المرتبات للموظفين فده بيعتبر التزام على الشركة وبيسمى خصوم متدولة تمام? عندنا بعد كده حاجة اسمها الارادة المقدمة اه انا دلوقتي بقدم خدمة للناس اه مسلا اه طباعة للأوراق فجي احد اه زبائن قام بدفع قيمة الف ورقة هيطبعها عندي ولسه انا ما طبعتهاش ولكن هو اداني تمن القيمة الخدمة دي اه مقدما بيسمى ده بيسمى ايراد مقدم بيسمى ايراد مقدم وبالتالي ده مبلغ انا حصلت علي لتقديم الخدمة للغير ولم اقدم بعد الخدمة فده بيعتبر يا شباب التزام علي لسه انا ما اقدرش ان انا اقول ان ده بقى يتحط في جانب اه الايرادات بالنسبة لي لا هو خصوم متدولة لما اقديله الخدمة هقدر ان انا احول ده من ايراد مقدم الى ايراد وهنتكلم ان شاء الله عن الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله في الامثلة والمحاضرات القدم بس احنا بنحط الاساس دلوقتي اللي هنبني عليه اللي جاي بازن الله طيب عندنا بعد كده حاجة اسمها ايراد مستحق ايراد المستحق انا قديت خدمة للعميل ولم احصل على نبلغ الخاص بها بعد مثلا انا اديت للعميل الف ورقة طبعتهم له وهو لم يسدد تمانهم بعد لم يسدد تمانهم بعد فده اصبح ايراد مستحق ليا كشركة قيمة خدمة انا قدمتها للغير ولم احصل على قيمتها بعد فبيسجل الاراد المستحق في اه خانة الاصول المتدولة داخل الميزاني الاراد المستحق الاراد المقدم المصروف المستحق والمصروف المقدم مهم جدا ان احنا ان يعرف نفرق ما بين اه الاربع انواع دول علشان هنحتاج الكلام ده كويس جدا في الخطوات اللي جاية اللي احنا هنعملها والقيود وتسجيل الميزانية تعالوا ناخد مثال بسيط على الكلام ده حضرتك دلوقتي هتشوف الحاجة دي يعني دلوقتي حضرت لك او قال السيارات بتعتبر ايه هل هي اصل متداول هل هي اصل ثابت هل هي خصوم المخزون المصروفات المستحقة الدائنين قرد براهن مصروفات مقدمة عايزك توقف الفيديو وتبدأ تشوف اه اه من البنوت دي هيتحط من الثلاث انواع الموجودين فوق وبعد كده تتابع تشجيل الفيديو مرة تانية وتشوف اجابتك صح ولا غلط طبعا يا شباب السيارات هتعتبر من الاصول السبتة المخزون هيعتبر من الاصول المتداولة المصروفات المستحقة تعتبر خصوم الدائنين هم خصوم القرد براهن بيعتبر من الخصوم المصروفات المقدمة مصروف مقدم مصروف مقدم بيعتبر اصل المتداول انا لسه لم احصل على قيمة اه الخدمة بعد وبرضو عايزين نراجع على مفهوم اوراق الابض واوراق الدفع علشان نقدر نفرق ما بينهم المصروف المقدم والارادة المقدم والارادة المستحق المصروف المستحق كل دي هشباب مفاهيم محاسبية هم هتفرق ما بين المحاسب الشاطر الفاهم والمحاسب المجرد بيدخل بيانات على الاكسل او على ايا كان برنامج الجاهز العقارات طبعا بيعتبر من الاصول السابتة اوراق الابض بتعتبر من الاصول المتدولة الارادة المقدم ده ارادة انا حصلت عليه ولسه لم اؤدي الخدمة للعميل فبالتالي بيعتبر من ضمن الخصوم المتدولة هناخد مثال عملي كتطبيق عملي ومثال محتاج من حضراتكم بس شوية تركيز علشان هيحتاج محاسبين شطرين هم اللي يقدروا يعملوه بازن الله بيقول لكم بتصوير الميزانية وفقا للبيانات التالية توفرت اليك البيانات التالية للشركة المتحدة طبعا قيمة الالات والمعدات الفين تسعمية وعشرين اراضي اتنين واربعين الف خمسمية داينون خمس تلاف ربعمية وتمانين والمدينون بالف اجور مستحقة وفوائل مستحقة مباني ورأس مال الشركة ولكن رأس مال الشركة هنا شباب غير معرف انا معرفش رأس مال الشركة كان حضرتك كمحاسب هتقدر عن طريق قيامك بتنفيذ الميزانية ان انت تطلع كان كام رأس مال هذه الشركة اوراق الدفع والاساس نقضية ومصروف مقدم طبعا تعالوا نوقف مع بعض الفيديو ونحاول نعمل الميزانية زي ما تعلمنا واخدنا مع بعض في المحاضراتين اللي فاتوا ونشغل الفيديو مرة تانية علشان نشوف اجابتنا صح وان شاء الله تكون صح دلوقتي يا شباب الميزانية طبعا انا عارف ان الميزانية هيكون فيها اصول سابتة اصول متدولة على الجانب الايمن وعلى الجانب الايصر هيكون اه الجزئات الخاصة بحقوق الملكية والالتزامات او الخصوم المتدولة والخصوم اه طويلة الاجهة. طيب الاصول المتدولة يا شباب طبعا انا اتحط فيها المدينين. المدينين من قيمة الف جنيه اتحطوا فيه الاصول المتدولة. النقدية اتحط الفين مية واربعين من قيمة الاصول المتدولة. المصروف المقدم برضه اتحط من قيمة الاصول المتدولة. وبالتالي هاجم مع قيمة الاصول المتدولة وهي تلات تلاف ومتين. تعالوا نسبت مع بعض عشان بدل ما نطلع كل شوية وننزل بالشكل ده هنسبت زي ما تكلمنا قبل كده علشان اكون محاسب شاطر لازم اكون بعرف اشتعل على الاكسيل كويس في كورس كامل خاص بتعلم الاكسيل من الصفر موجود في القناة ان شاء الله هسيبه لكم تحت الفيديو في الوصف لو انتم حابين تتعلموا كمان اه حتة الاكسيل والورد باوربينت كل برانج الافس معنا بازن الله هسبت الصفوف دي بحيث لما انزل الهيدر ده او العنوان ده يبقى ثابت معي انا عايز سبت الجزء ده هقف الصف اللي تحته هاجي من قائمة على حاجة اسمها وهدوس على كلمة بالتالي هو هيسبت لي الصفوف مهما انزل هي هتنزل معي طيب فانا جمعت دلوقتي قيمة الاصول المتدولة تلات تلاف ومتين اصول سبتة الالات والمعدات هتكون بالفين تسعمائة وعشرين الاراضي اتنين واربعين الف وخمسمية المباني خمسة واربعين الف والاثاس هيكون بالف خمسمية واربعين هيصبح اجمالي الاصول السبتة واحد وتسعين الف تسعمية وستين واحد وتسعين الف تسعمية وستين هنجمعها على قيمة اجمال الاصول المتدولة اللي هو تلات تلاف ومتين هيصبح اجمالي الجانب الايمن من الميزانية خمسة وتسعين الف مية وستين وطبعا الجانب الايصر من الميزانية نسجل فيه الخصوم قصيرة الاجل دا انون ب5480 اجور مستحقة 3350 فوايد مستحقة طبعا اجور مستحقة دي حاجات مصرفات علي انا ما دفعتهاش فهتبقى من الخصوم قصيرة الاجل ونفس الفكرة برضو الفوايد المستحقة اوراق الدفعة بقيمة 62000 جنيه بالتالي اجمالي الخصوم قصيرة الاجل 72030 ومجهول عندي قيمة رأس المال فاجمالي الجانب الايصر بدون رأس المال هيكون 72030 طبعا انا عارف ان فيه معادلة خاصة بالميزانية هي بتقول ان الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكية انا عندي الاجمالي كله الخاص بالاصول وهو 95160 الجانب الايمن من الميزانية والجانب الايصر فيه حاجة مجهولة اللي هي حقوق الملكية ما تمثل رأس المال والخصوم موجودة عندي ب72030 طبعا الفرق ما بينهم هيكون 23130 وهو ده هيكون قيمة رأس مال الشركة دلوقتي احنا محاسبين شطرين فاهمين عارفين مفاهيم محاسبية وبنقدر نصمم ميزانيات وهنقدر ان شاء الله نسجل في قيود اليومية وهنرحل وهنعمل حاجات جميلة جدا على الاكسل وشغل المحاسبة المالية كمان بالاكسل اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمونا زي ما قلنا بشيروا لايك والسابسكرايب بنحبكم في الله ولو محتاج الشيط ما تنساش تكتب كومنت تحت الفيديو علشان تحط فيه الايميل بتاعك ابعتلك عليه الملف ده والملفات الخاصة بالمحاضرات السابقة صلو على النبي صلى الله عليه وسلم واشوفكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة